النهاردة في رئيسة بعد المباراة تحدث في كثير من الأمور أول حاجة قال إنه الإسماعيلي هو شاف الإسماعيلي واحد من أكثر أو أفضل فرق الدوري هو قال كده من أفضل الفرق اللي بتلعب كرة في الدوري تصريح تصريح تاني هو كان متضايق شوية من غياب الجماهير وإحنا كلنا نتضايق دايما إنه الجماهير ما تبقاش موجودة نحب الجماهير دايما تبقى موجودة في المدرجات تالت حاجة تحدث عن ضغط المباراة وإرهاق اللاعبين وقال إنه رغم جاهزات يعني أو إن اللاعبة ما عندش إصابات بس ضغط المباراة ده بيسبب إرهاق وده برضو مفهوم ده كل الأندية بتعاني منه كل الأندية بتعاني منه أشاد بلعبيه وأشاد بالشغل اللي بيعملوه وتكلم كثيراً كثيراً عن إن الدوري لسه لما يحسنوا لسه في مباراة مهمة جداً الزمالك المفروض يشتغل فيها بشكل جيد عشان يقدر يحسم الدوري كلام محترم من مدرب محترم النهاردة في ريلا كمان قال تصريح مهم وأنا هقف عنده شوية قال إنه مش حابب إنه الإعلام يتحدث عن الزمالك بأخبار مش حقيقية أو مشابه يعني ده يعني مضمون كلامه وأنا معاه وأنا معاه لا عن الزمالك ولا عن الأهلي ولا على الإسماعيلي ولا بيرامدز ولا المصري كلنا كلنا وأنا أتكلم عن نفسي وعن الزمالك كلنا لابد أن نلتزم الأمانة في نقل المعلومة الصحيحة بس أنا هقول له هو حاجة وهقول لجمالي الزمالك حاجة الزمالك دلوقتي مختلف الزمالك دلوقتي مختلف يعني زمان لما كان بيطلع المدربين أو الإداريين في نادي الزمالك هتحدثوا عن إنه الزمالك مباح إعلاميا فكان عندهم حق بس ده كان ليه؟ عشان الزمالك فعلا كان مباح إعلاميا الزمالك معلومته كانت سهلة يعني أنا وراجل بشتغل في الإعلام أبقى واقف في مكاني هنا وألاقي ميسج خد يا كريم المعلومة دي النهاردة فيه لعيب تخلي مع العيب النهاردة فيه لعيب ماشي من الفريق النهاردة فيه لعيب جاي الفريق وأنا قاعد وبتجي لك هدية يعني ما بتطلبهاش كمان ده كان بيحصل في الزمالك في سنوات ماضية دلوقتي المعلومة صعبة جدا من نادي الزمالك صعبة جدا من نادي الزمالك فمش من السهل مش من السهل على أي حد إنه يطلع يقول أي خبر يعمل شوشرة أو بلبلة في نادي الزمالك ما بقى السهل ودائما كنت بقول كده في وقتها ما تحسبناش إحنا حسبه المسؤول اللي في نادي الزمالك اللي ممكن يطلع معلومات مش من المفروض تطلع وكنا نشيد بالنادي الأهلي وقتها ونقول أهلي كان بيخبي أخبار وبيخبي مشاكله وبيخبي كل حاجة فمن أنه نعرفهاش فمنقولهاش لكما تبقى عندي معلومة متاحة بقولها دلوقتي المعلومات في الزمالك مش متاحة ورغم إن ده إعلامين يعني مش هقول ده أنا فرحانبي جدا وكده بس لازم أشيد بنادي الزمالك بخصوص هذا الأمر أنا خسران أنا بصفة الإعلامية وكثير من الإعلامين أو كل الإعلامين بطبيعة الحال لو ما عاكش معلومة أنت بتبقى متضايق عايز معلومات ورغم كده لابد أن أشيد بنادي الزمالك في الوقت الحال فأنا بقول لي فريدة ممكن الكلام ده كان بيحصل زمان لكن دلوقتي لا مش بسهولة الحاجات بقى بتاعت السوشال ميديا دي ما ناشدعو إحنا بيقى دي ما يتقلش عليها إعلام ده واحد قرر يخش يكتب على البيج بتاعته فلان وفلان يتخلقوا مع بعض فلان وفلان ضربوا بعض فلان وفلان زعوا البعض فلان وفلان ده ماشيين ده مش أعلا أنا بنامليش علاقة بيه ده أي حد ماشي في الشكلة مع الموبايل مع إنترنت على الموبايل هيخش يكتب أي حاجة وأعيز هيعملها ده ما بينفعش يتحاسب أنا أنامل في إيه واحد كتب أي حاجة بس إحنا ندعو الناس ندعو الناس ندعو الجماهير أنك دايما تنطقم صدرك أي إسم لكن ما تخشش أول ما تلاقي واحد اسمه محمد عبد المحسن محمد عبد المحسن أي حد أي بناء آدم تمام كاتب إنه النهاردة الزمالك حيمشي أحمد سيد زيزو مش عاجبه أحمد سيد زيزو فكر هل ده كلام منطقي أكيد مش منطقي هل ده كلام صح هل ده شفته في مصدر موسوك منه كموقع كقناة كبرنامج هل شفته في مصدر موسوك منه ولا لأ أنت بقى كمشجع تتحرط دقة في هذه الأمور قبل ما تعمل شير أنا ما تقول إيه ده فعلا يا النهار بيض إيه الخبر ده دي كارسة دي مصيبة زيزو ماشي من الزمالك إزاي يعني أكيد يعني أكيد لو زيزو ماشي أنا بقولك ليه كمثال وما فيش زيزو ماشي من الزمالك خالص بس كمثال يعني زيزو ماشي من الزمالك لما خبر خطير زي ده يبقى موجود جوا نادي الزمالك ما طبيعي فيه ناس بتشتغل الشغلانة بتاعت الإعلام هيعرفوه الناس بقى اللي بيشتغلوا في شرابة الإعلام دي ما قالوش الخبر ده يبقى مش منطق يكون صحيح فأنا أعطاك دي رسالة في ريدة الناس اللي موجودة تحديدا على السوشيال ميديا اللي بدون مش موصقين يعني فدي نقطة مهمة جدا وأنا مرة أخرى بكرر إشادة بنادي الزمالك في الوقت الحالي إن المعلومات فعلا فيه بقت شحيحة للإعلام وده شيء رائع وشيء جيد بالنسبة لهم نشيد بيهم إحنا كإعلامين أكيد عايزين كل المعلومات اللي في الدنيا عايزين نخش جوه واللي بيحصل عشان نجيب لحلالكم كل المعلومات بس هم بيعملوا الصحة طيب ده بالنسبة لي في رئيسة وتصرحات